اختتمت في مدينة المكلة فعليات الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالية الجنوبية وبانتظار صدور القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية وعلن اللواء أحمد بن بريك اختتم جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية ونوها إلى الخطوات الجرية التي اتخذها رئيس المجلس عدروس الزبيدي في إقامة الحوار الجنوبي الجنوبي وتنفيذ مخرجاته والعمل على تحقيق الدولة الجنوبية على أرض الواقع وإدارتها من أبنائها مؤكدا على أن الميثاق الوطني الجنوبي يعتبر دستورا للمرحلة الانتقالية وقال بن بريك أن باب الحوار سيبقى مفتوحا مع كافة المكونات الجنوبية التي لم تلتحق بالتوافق الجنوبي وقدم بن بريك شكره إلى دول التحالف العربي على مواقفها التاريخية في دعم مطالب شعب الجنوبة